شهدت منظومة التغطية الصحية الأساسية تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة إذ ارتفعت نسبة المواطنين المتوفرين على تغطية صحية أساسية إلى أزيد من 54% مقارنة ب33% عام 2010 وقد ساهم تفعيل نظام المساعدة الطبية راماد ابتداء من 2012 بشكل أساسي في تحسين هذه النسبة حيث مكن حوالي خمس الساكنة من التوفر على تغطية صحية أساسية كما تم اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع الاستفادة من أنظمة التغطية الصحية ومن أبرزها إطلاق التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة وتوسيع الاستفادة من عرض الخدمات الصحية ليشمل أمهات وآباء الأشخاص المؤمنين وبعد طول انتظار صدر بالجريدة الرسمية لشهر يناير الماضي مرسوم تطبيقي للقانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ورغم المجهودات المذولة فإنهما يزال أكثر من 40% من المغاربة محرومين من التغطية الصحية وما زالت هناك إشكالات كبرى تعترض استفادة المشمولين بالتغطية الصحية الأساسية وخاصة المسجلين في نظام راميد وذلك في ظل التعقيدات المرتبطة بطرق الاستفادة ومحدودية الخدمات الصحية المتوفرة والتفاوتات الحاصلة بين الجهات وبين الوسطين الحضاري والقروي وهو ما يجعل الرهان الصحية أكبر من مجرد توسيع الفئات المشمولة بالتغطية الصحية ليتعداه إلى ضرورة النهوض بالقطاع الاستشفائي الوطني ليكون قادرا على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية